مولدافيا تستدعي السفير الروسي لديها بعد تصريحات لقائد عسكري روسي بشأن منطقة ترانس نيتسريا التي أعلنت استقلالها عن البلاد من جانب واحد وكان قائد هذه المنطقة العسكرية المركزية الروسية قال إن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستوفر مخرجا في منطقة ترانس نيتسريا التي تشهد اضطهادا لسكان الناطقين بالروسية دعونا نتعرف أكثر على هذه المنطقة والخلفية التاريخية للنزاع بينها وبين مولدافيا مع زميلتنا موروش إبراهيم يبدو أن أهداف روسيا تخطط الحدود الأوكرانية الجنوبية إلى الجارة مولدافيا بعد إعلان قائد عسكري روسي أن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستتيح الوصول إلى ترانس نيتسريا فما قصة هذه المنطقة؟ أعلن إقليم أو أعلن هذا الإقليم استقلاله ترانس نيتسريا في العام تسعين مع بداية تفكك الاتحاد السوفيتي إلا أن هذه الجمهورية الانفصالية لا تحظى باعتراف أي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعد منطقة انفصالية حدودية بين مولدافيا وجنوب غرب أوكرانيا طبعا تبعد 72 كم تحديدا عن مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية تقع ترانس نيتسريا هذه المنطقة أو هذه الجمهورية الانفصالية على الضفة الغربية لنهر دانستر وتبلغ مساحتها الإجمالية 3500 كم مربع يبلغ عدد سكان المنطقة نحو 500 ألف نسمة بينهم نحو 200 ألف يحملون جوازات السفر الروسية كما يتمركز فيها نحو ألف جندي روسي على شكل قوات لحفظ السلام منذ عقود وتدعمها موسكو بالغاز الطبيعي بعد طلب مولدافيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل فترة قال قادة ترانس نيتسريا أنهم لا ينون القيام بالشيء نفسه واجددوا مطالبهم بإنشاء دولتين مستقلتين استدعت مولدافيا السفير الروسي للاحتجاج على نوايا الوصول إلى ترانس نيتسريا معربة أنقلقها العميق من تلك التصريحات وطلبت كيشناوم موسكو باحترام سيادة أراضي مولدافيا وأحيادها